مساء الخير متابعة في الجول دوت كوم اهلا بكم لايف النهاردة هنتكلم فيه عن مستجدات ازمة مباراة الاهلي والجونة في الدورة اللي كان مكرر ليها يوم الاربع يعني بعد بكرة والنهاردة كان فيه اجتماع ما بين وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في منزل الكابتن الخطيب وبحضور عضاء مجلس ادارة النادي الاهلي الاجتماع اللي كان لمناقشة الازمة ومستجداتها وبرضو محاولة الوصول لحل ليها انتهى يمكن من شوية بعد ما ابتدى من ساعات طويلة من بداية اليوم من الواضح ان كان فيه مناقشات كتيرة جدا علشان يقدروا يوصلوا الحل طيب ايه الحل اللي وصلوله الحل اللي وصلوله قبل ما نطلع اللايف مباشرة ان مجلس ادارة النادي الاهلي تمسك بقراره بعدم خوض اي مباراة قبل مطشة الكمة بمعنى ايه ان مطشة الكمة علشان اللي برضو يبقى فاهم الموقف بتاع النادي الاهلي ايه ان مطشة الكمة كان مفروض يتلاقي بيوم السبت اللي فات لجنة المسابقات اعلنت ان بسبب رغبة الامن تم تأجيل مباراة الكمة لاجل غير مسمة وتقديم مباراة الزمالك والمولين العربي اللي من الجولة الخامسة علشان تتلاقي بيوم السبت يبقى الاهلي باي في الجولة دي جولة الرابعة ويلعب مباراة الجولة الخامسة ضد الجونة موقف النادي الاهلي ان هو طلع بيان قال فيه انا متمسك باننا العب مباراة الكمة قبل ما العب مباراة الجونة طيب مفيش وقت مفيش مساحة ليه مفيش وقت ومفيش مساحة لان من المفترض ان الزمالك عنده مباراة ضد جنراسيون فوت السنغالي بدوري ابطال افريقيا نهاية الاسبوع ده وبعد كده حيتوقف الدولي بسبب طبعا الماتشاط بتاعة كأس اولام الفريقيا تحت 23 سنة اللي بتصادفها مصر طيب يبقى الحل ايه الحل ان الاهلي والزمالك يلعبوا في الجولة الستة يعني ده كان من الحاجات اللي كانت من المقترحة في الايام الماضية الزمالك رافت الزمالك بيقول ان وعلى لسان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان الظرف الامن ما زال قائما يعني انت اجلت مباراة الجولة الرابعة ودخلنا في الجولة الخمسة الزمالك لعب مباراة الماوليني لان الجولة الخمسة مكان مباراة الاهلي في الجولة الرابعة فما تجيش تقولي العب مباراة الاهلي في الجولة الستة بايه بقى بمستجدات اللي حصل في مباراة المقولون العرب اللي حصل فيها طرد فرجاني ساسي على سبيل المثال او لو حصل بقى اصابات يعني الزمالك برضو بيتكلم بنوع من انواعي ان انا مش طرف في الموضوع مش انا صاحب قرار التأجيل طيب الأهلي بقى نفسه إيه موقفه؟ إيه موقفه أنه كان عايز الأول ضمان أن الأمن فعليا هو صاحب قرار التأجيل خصوصا أن الزمالك كان يطلب أصلا تأجيل المباراة قبلها لكن الأهلي تمسك بإقاماتها في نفس المعاد وحتى اتحاد الكرة تمسك بإقاماتها في نفس المعاد لحد ما الأمن أعلن تأجيلها طيب إيه اللي حصل النهاردة؟ اللي حصل النهاردة أن اتحاد الكرة فعلا خاطب الأهلي ويعني مش هنقول وراله بس ممكن نقول انه وداله ضمانات ان فعليا مفيش اي طرف غير امني تدخل في اتخاذ قرار تأجيل القمة الاهلي بعد ما شافت ضمانات دي او تأكد من ان الامن هو يعني من اتخذ قرار تأجيل القمة الاهلي برضو اصر على موقفه الرافض لخوض اي مباراة في الدوري قبل تحديد موعد مباراة الزمالك طيب الازمة هنا ايه الازمة ان كده ولا كده مباراة الاهلي والمصري اللي في الجولة السادتة من الدوري مؤجلة فبالتالي فعليا مباراة الاهلي والجونة هي كان اخر مباراة هيخذها الاهلي في الدوري قبل توقف المصابقة بسبب مباراة كأسوا والافريقية فبالتالي لو الاهلي ملعبش مباراة الجونة فايبقى كده الاهلي لعب ثلاث مطشات بس في الدوري في مقابل اربع مباراة للزمالك وست مباراة لباقي الفرق فبقى فعليا هي دي نفس المشاكل اللي كنا بنعاني منها في تنظيم المسابقة في السيني الاخيرة انت بص تلاقي فريق لعب ستة وفريق لعب سبعة وفريق لعب تمانية وفريق لعب مطشين وكل ده لسه اصلا الاهلي والزمالك والمصري ومبتدوش المشوار الافريقي مجموعات دوري الابطال ومجموعات الكنفودرالية ولسه الاسماعيلي والاتحاد مبتدوش مشوار البطولة العربية يعني ما دخلناش في المرحلة اللي فعاليا هيبقى فيها مؤجلات كتيرة في الدوري وانت بتبصها هتلاقي ان في مطشات كتيرة مؤجلة في فرق لعب ست مطشات والاهلي لعب ثلاث مطشات وزمالك لعب اربعة مطشات مفيش تكافؤ للفرص لو قررنا ان احنا نحدد مواعيد للمباريات المؤجلة طيب ايه الحل دلوقتي اللي على طولة اتحاد الكرة واللي مفترض ان السيد وزيري الشباب والرياضة حيبتمع بكرة باللجنة المعينة لإدارة شؤوني اتحاد الكرة لدراستو الحل الاول ان الاهلي تمسك بتأجيل مباراة الجونة فبالتالي هو خلاص الاهلي متمسك بموقفه فغالبا وده يعني يعتبر مجرد ساعات بس وهيتم اعلان تأجيل مباراة الاهلي والجونة والقرار التاني اللي دلوقتي محل دراسته هل تؤجل الجولة السادسة من الدوري وتقام بعد نهاية كاسفهم الافريقية تحت 23 سنة ده حل مطروح علشان يبقى فيه نوع من انواع تكافر وفرص ما يبقاش الفارق بعيد ما بين الاهلي والزمالك وبقية الفرق التانية والاهلي كمان طالب في اجتماعه النهاردة مع الوزير ان وقت دراست الموعد الجديد لمباراة القمة لازم الاهلي بممثل يكون مشارك مع لجنة المسابقات ومع نادي الزمالك ومع الطرف الامني علشان يحددوا موعد لمباراة القمة الاهلي ما يبقاش هو طرف بيتم ابلاغه بس بالمعادل طيب احنا دلوقتي داخلين على ايه يعني القصة دي كلها بتوصلنا لايه القصة دي بتوصلنا لان فعليا احنا هيبقى عندنا جولة محتاجين نحط موعيد جديدة لها بالاضافة لموعد جديد لمباراة الزمالك وامبي وموعد جديد لمباراة الاهلي والجونة والموعد الاهم مباراة الاهلي والزمالك انا دلوقتي هستقبل اسئلتكم هستقبل تعليقاتكم على الازمة على الشرح اللي احنا قلناه في بداية الفيديو علشان نقرأه سوى ونشوف انتم بتسألوا على ايه او ايه استفساراتكم ونتناقش سوى في القصة دي نشوف مين معترض مين موافق اراءكم واقتراحاتكم للموعيد المحتملة الجديدة وحنبتدي فعلا دلوقتي ان احنا نقرأ تعليقات من اللي جات لنا لحد دلوقتي على الفيديو انا نقرأ تعليقات من اللي جديدة يقول مين السبب مش اتحد القورة الحقيقة ان الواضح ان اتحد القورة مش السبب اتحد القورة هو بلغ بقرار الأمن بتاع جيل مبارات الزمالك والأهلي فهو فعليا كان متر ان هو يوافق لأني مفيش حد هيقول القد للأمن يعني علشان يكون متفقين محدش هيقول القد للأمن طيب انا رأيي شخصي في قصة اتحد القرى والأمن دي انا صراحة ما شفتش ان في فى اختلاف ما بين اتحد القرى والحالي والمجلس السابق في قصة التعامل مع القد هو اول حاجة القفاظ على حقوق الاندية وان انت كمان تدور على مصلحة اللعبة طيب ده ممكن يتعارض مع رغبات الامن او طلبات الامن هنا انت المفروض ان انت بتلعب دور الوسيط اللي حصل ان اتحاد الكورة طلع مسئولوه وصرحو وقالو احنا مش طرف الاندية هالي مفروض تجيبه الموافقات الامنية مع كامل احترامي انت كده الفرق ما بينك وما بين المجلس السابق يعني لو احنا الناس كانت بتتكلم عن ان المجلس السابق مش قادر ان هو يتخذ قرارات من شأنها الحفاظ على سير المسابقة والموعيد المنتظمة المسابقة انت ايه الاختلاف اللي انت عملته مش المفترض ان انت تقول الاندية هالي مفروض تحصل لوافقات الامنية لان مع كامل احترامي ممكن يجيلك بكرة سموحة يقولك انا ماخدتش موافقة الامن على مواجهة المصر يأجيل المطش الجونة يقولك انا ماخدتش موافقة الامن على مواجهة الاسماعيل يأجيل المطش وهكذا وتلاقي الاندية كلها بتطلب تأجيل المطش على حسب هواها أو على حسب سير الجدوى مش ده المفترض أنت الأداء الحاكمة للقرة في مصر وطبعا الأمن هو الأداء الحاكمة لتأمين المباراة من المفترض أن يبقى فيه تنصيق أنت النهاردة قبل الدوري لما طلعت وقلت أنا بوعيدكم بوعيد منتظمة وملاعب مش هيتغير منها أي حاجة من المفترض أن أنت كنت روحت للأمن ونصقت معاه خلاص قصة أنت عايز تلعب الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة على السادة الكاهرة أنا أعتقد أن ده ممكن بيكون بشكل كبير ما حصلش لأن في النهاية حتى كمان اقتراح إقامة المباراة على برج العرب بدون جمهور لم يتم الموافقة عليه فأنت بالتالي هنا ما كانش فيه تنصيق ما بينك وما بين الأمن مين الطرف في التحاد الكرة اللي بيلعب دور المنصق ما بين التحاد الكرة والأمن مش عارفين طيب لو كان فيه مشكلة في إقامة مباراة الجولة الرابعة خلاص يبقى ما تفتحش سدرك خلي الماتش في نهاية الدور الأول في نهاية الدور الثاني زي ما بيحصل أنا مش عايز كده أنا عايز الماتش تلاقي في الجولة الرابعة بس في نفس الوقت أنا عايز تكافؤ فرص أنا عايز كل الفرقة تبقى بتلعب زي بعض لما الأهلي والزمالك يدخلوا الماتش ده لقى بنفس عدد الماتشاط اللي حصل الموسم اللي فات مش عايزه يتكرر إحنا ممكن نتكلم عن أخطاء كتيرة حصلت الموسم اللي فات ولا ترديك ولا ترديني يعني مش عايزين برضو مقارنات ما بين الموسم اللي فات والموسم ده إحنا دلوقتي بنقايم إن احنا عندنا لجنة لإصلاح الأمور فإحنا دلوقتي بنقول لهم إحنا مش عايزين نشوف الكلام اللي حصل السنة اللي فاتت ففكرة مقارنة المواقف التأجيلات والدواع الأمنية والحاجات اللي كانت بتحصل السنة اللي فاتت بالتأجيلات والدواع الأمنية بتحصل السنة دي مش ده الصح إنت مفروض إن انت بتبتدي من الآخر عالمية بيضة إسلام حبيب بيقول الحل إن كل المتشاط تلعب قبل توقف بطولة الأمم طيب لو المتشاط تلعبت كلها قبل توقف بطولة الأمم الزمالك حيطلع يقول أنا كان عندي فرجاني ساسي متاح لمباراة الجولة الرابعة والطرد فدلوقتي مفيش تكافؤ فرص انت خلاص أنا لعبت فرجاني يعني على حسب سير دماغ ميتشو المدير الفن لنادي الزمالك هو ريح فرجاني ساسي من مواجهة نادي مصر المواجهة اللي تعادلها قبل مباراة الأهلي علشان فرجاني ساسي كان مهدد بالغياب فرجاني ساسي لقى بماتش المأولين والطرد فبالتالي هو كده هيغيب عن ماتش الأهلي ده بيوضح إن فرجاني ساسي مهم جدا لميتشو في مواجهة الأهلي فأنا ما أعتقدش إن الزمالك حيقبل بالحل ده قبل مباراة كأسهم الأفريقية طيب عزة العيسيلي بيسأل الأمن بيأجل ليه يعني بص عشان أكون صريح معاك أنا ما عنديش إجابة على الموضوع ده وأعتقد إن انتحاد الكرة نفسه ما عندوش إجابة على الموضوع ده معنى إن انتحاد الكرة يطلع ويقول الأمن هو صاحب القرار أنا من صاحب القرار ومشترف إتحاد الكرة نفسه ما عندوش إجابة على الموضوع ده فيعني هي في النهاية دي رغبة الأمن وفي النهاية هم قدرة بموقفهم أو قدرة بحساباتهم وإحنا بنتكلم هنا في الكرة إحنا بنتكلم هنا عن الحسابات أو عن المواقف القروية المتوقعة والمنتظرة من إتحاد الكرة محمد السيد بيسأل ليه إتحاد الكرة ما طلعش جواب الأمن لا من المفترض أن النهاردة يا محمد إتحاد الكرة اتكلم مع النادي الأهلي وورد له الضمانات اللي بتقول إن ما فيش طرف غير أمني كان سبب في تأجيل المباراة طيب جاد أحمد بيسأل إيه راهيك إن الأهلي قاعد كل ده بدون لعب ومباريات يعني أعتقد طبعا إن هي لها مميزات ولها يجبيات يعني آسف لها مميزات ولها سلبيات إيه المميزات إن الفرقة بتحصل على فترة راحة وفترة استعداد كافي للمباريات المقبلة السلبيات إيه إن طبعا إنت محتاج متشاط ودي وأعتقد إن ريني فيلر المدير الفاني للنادي الأهلي كرر إن هو يخوض متشاط ودي عشان يحافظ على جهزات اللي عمين في حال اللعبة في أي وقت شيكو عطار أهلاوي بيسأل مين سبب الأزمة اللي حصلت من الأساس طبعا تأجيل مباراتك كما بدون يشك يعني كمال ضياء ليلا بيقول شايفك متحامل على المجلس وباني كلامك على فرض غلط مفيش حاجة اسمها مفيش تنصيك مع الأمن ومكانوا عاوزين المتش حصل ظرف طارق طيب مش يعني خليني يا كمال ماشي معاك إن هو حصل ظرف طارق هل من المفترض إن ده مايتم مش قبلها فترة كافية يعني هل من المفترض إن أنت تبقى النهاردة مثلا المتش يوم السابت يطلع القرار يوم الأربع بالليل إن المتش مش هيتلعب يعني أعتقد إن هي غريبة شوية يعني من المفترض إن يبقى فيه نوع من أنواع التنصيق أكتر من كده باسم بيقول الأهلي طلبوا هنا منطقي إنه ملعبش منتشاط قبل الكم عشان الترتيب والانتظام كلامك صح يا باسم مفيش مشكلة تماما الأهلي فعلا بيانوا منطقي جدا ومن حق إنه يتمسك بخوض مباريات الكم علي أحمد بيسأل وتوقف الدولي من إمتى؟ توقف الدولي من أول شهر نوفمبر إن شاء الله أحمد سلام بيسأل الدوري مصر هيبقى دوري إمتى؟ السؤال حلوة يا أحمد بصراحة لأننا فعلا كان عندنا أمل إن الدوري دا يبقى منتظم بشكل كبير بعد اللحظها للسنة اللي فاتت تحديدا يعني لأن السنة اللي فاتت مكانش دوري سنة اللي فاتت كان مارسون ابتدى في الصيف وخلص في الصيف اللي بعده وتخللته بطولة أفريقيا وعوامل غريبة قوي كانوا المفترض إن نحن مستنيين إن الدوري دا يبقى فعلا دوري دوري منتظم بموعيد منظمة وملاعب محددة من بداية المسابقة وأعتقد إن دي كانت رغبة اللجنة المعينة في اتحاد الكرة لكن في خلال واضح في نقطة في النص هي السبب في الكل الأزمي طيب هل تعتقد إن الأهلي مش هلعب أي مباراة قبل مباراة الزمالك؟ لا أعتقد إن تأجيل مباراة الجونة وبعد كده يعني خوض منافسات كأسونا الأفريقية هيتبعها تحديد موعد جديد لمباراة الزمالك هيكون الأهلي طرف مشارك في تحديد المعادة والحقيقة إن ده زي يعني ده زي اللي بيحصل يعني ده زي اللي بيحصل في أسبانيا على سبيل المثال يعني الكلاسكو تأجل إلا حصل إن لجنة المسابقات بعتت لريال مدريد وبعتت لبرشورونا وقالت لهم عايزين تلعبوا يوم إيه فكان المعادة المقترح من الطرفين يوم 18 ديسمبر فمفترض إن الدوري حيرجع بعد كأسونا الأفريقية وهيتم مشاورة الأهلي ومشاورة الزمالك ولجنة المسابقات والأمن في الموعد الجديد لمباراة الكمة لكن أنا ما أعتقدش إنه هيبقى أول ماتش بعد كأسونا الأفريقية طيب أحمد عطية تفتكي لو أهلي رفض يلعب ممكن يعاقب على قراره خاصة عقوبة الهبوط اجتماع السيد الوزير النهاردة مع كابتن الخطيب ما أعتقدش إن فيه حيبقى فيه مشكلة يعني عمر فؤاد بيقول مش شايف إن حال الأزمة دي كلها إن اتحاد الكرة يأجل ماتش الجونة ما فيش هيداره هيحصروا الموضوع يخلص هيتأجل ماتش الجونة فعلا عمر محمود أحمدي بيقول إيش معنا الأهلي تأجله السنة اللي فاتت وماتعملتش الضجة دي طيب بص يا محمود إحنا بنقول إن إحنا كنا عايزين أو كان نفسنا إن الدوري السنة دي بقى مختلف عن السنة اللي فاتت احنا النهاردة بنتكلم عن حاجة بظروف الموسم ده ممكن السنة اللي فاتت يكون كان ليه رأي مختلف أنت بتعرفش رأي السنة اللي فاتت كان إيه؟ لا تعرفش رأي غير السنة اللي فاتت كان إيه؟ خلاص اللي فاتت خلصت والموسم خلص وكان موسم يعني ما أعلم بي الله ربنا وانتهت الأزمة خلاص. احنا بنتكلم دلوقتي عن أزمة النهاردة احنا كنا عايزين دوري ماشي حسب الجدول المعلن وبصراحة ما كناش متوقعين ان الازمات تبتدي من الجولة الرابعة يعني بدري جدا جدا يعني خصوصا الايل والزمالك وبقية الفرق بيرامز والمصري والاسماعيلي والاتحاد المشاركين في البطولات الافريقية والعربية لسه مبتدوش مرحلة المجموعات يعني هي فيها سئلة كتيرة مكررة او فيه ناس بتقول لقياها انهم مش عايزين الدوري اصلا نريد الدوري يتلغي فهي برضو هي تجعين عالدوري يا جماع طيب يعني هي اغلب الحاجات قراء شوية بس يعني فيه شوية اسئلة عن ايه الموقف اصلا دلوقتي يعني فلنفترض ان الابتراحات يعني اللي تمت ايه اللي ممكن تتسبب فيه في الدوري طيب يعني من المفترض من المفترض ان الاهلي كان هيلعب المصري في الجولة السادة دي مباراة مؤجلة والزمالك كان هيلعب امبي ودي برضو مباراة مؤجلة بسبب ظروف مباراة الزمالك وجنراسيون فوت اللي طلعت كده علشان تبوز للزمالك مطش المقاولين ومطش امبي وبعد كده فيه بداية كاس وهم الافريقية طيب لو اجلنا الجولة السادة ايه اللي هيحصل هيبقى الوضع دلوقتي ان الاهلي ليه مباراتين مؤجلتين بدل ثلاثة هيبقى فيه مباراة الاهلي والزمالك والاهلي والجونة والزمالك هيبقى ليه مباراة واحدة بس مؤجلة اللي هي مباراة الزمالك وامبي انا اعتقادي الشخصي انه ممكن بعد كاس وهم افريقية الدوري حيرجع بس اعتقد انه وقتها الزمالك حيلعب مع امبي عادي في الجولة السادة وبقية الجولة السادة حتقام بشكل عادي والاهلي حيلعب مع الجونة واعتقد انه بعد الجولة السادة دي حيتم تحديد موعد مباراة القمة ده اعتقادي الشخصي لسه الحدي دلوقتي مفيش قرارات رسمية انا في النهاية انا بفكر معاكم بصوط عالية طيب عمري بيسأل عايز الاكاونت الشخصي بتاعي امير عبد الحليم ابراهيم خالد وفي احتمال الكومة تتلاقي بقبل ام افريقيا ما اعتقدش ابراهيم ابو سدرة بيقول ما احنا ممكن نلعب الماتش في الامارات صعب قوي بصراحة ابو سدرة يعني تتكلم عن ماتش يعني في النهاية هو صورة البلد وصورة الدوري بتاعك ده اهم ماتش في الامارات في الموسم احنا ممكن نلعب في الامارات ماشي ماتش السوبر لان دي بطولة منفصلة فبتتباع بشكل منفصل وحقوق بث وقصة كبيرة يعني الموضوع مش فكرة ان انا يا جماعة حاخد الفرقة بتاتي واروح حلعب في دولة تانية لا هي الفكرة كلها ان فيه حقوق مباعة وفيه اعلانات فيه سبونسورز بمفروض ان هم مستنيين ان شغلهم والفلوس اللي دفعوها ترجع لهم ففكرة ان هو السوبر او اسف ان مباراة القمة في الدورة تتلعب فيه دولة تانية من غير ما يبقى معلن عنده قبل بداية الموسم لا يعني فكرة مش منطقية تماما يعني طيب محمد السيد شركات خاصة تأمن الدوري يا ريت يعني اعتقد ان كانت شركة فالكون دخلة في القصة دي فلو شركات خاصة امنت الدوري ممكن ممكن يبقى الموضوع يعني يبقى انسب شوية حتى لو اعتقد اعتقاد الشخصي يعني تبقى الشركات الخاصة بتأمن من جوه والامن بيأمن الملعب من برا طيب في مشكلة لو مطشك كمة تلعب يوم تمانية وعشرين الزمالك رفت حازم ابو محمد امير عبد الحليم انت زمالكاوي لا يا حازم مصطفى محمد حجاج بيقول بصراحة الاهلي كان عاوز يخلص على الزمالك من الاول علشان يقصر مجلس الزمالك يعني بص انا مش مش فهمك اوي يعني في النهاية هي مش مش خنائة ما بين مجلسين هي في النهاية كل مجلس بيدور على مصلحته الزمالك كان شايف في الاول ان مصلحته تأجيل مطش الاهلي فطالب بتأجيل مطش الاهلي الاهلي رفض اتحاد الكرة رفض بعد كده جات من عند ربنا كده ان الامن اجل المطش والزمالك لعب يوم هدود المقاولين العرب فيعني معتقدش ان الموضوع خنائة ما بين مجلسين الاهلي بيدور على حقه هو كمان في ان هو عايز تكافؤ في الفرص لما لما يلعب عدد مطشات نفس عدد المطشات بتاعت الزمالك ويفهم ليه مطش الكمة تأجل الزمالك سيلاعب امبي قبل الاهلي ده مصطفى عباس لسه مصطفى ما فيش قرار رسمي لحد دلوقتي والزمالك خلاص مش هيلاعب امبي لان خلاص الزمالك خلاص مباراته في الدوري سيلاعب جنراسيون فوت وبعد كابتولة افراقيا هتبتدي محمد الاهلاوي بيسأل هو صحيح الدوري هيتأجل وقال هيتم لعب مباراته الكمة بص يعني لسه لحد دلوقتي يا محمد ما فيش قرار بتأجيل الدوري لكن الاطراح دلوقتي على طويلة اتحاد الكورة هو تأجيل الدوري لما بعد كاسمه افراقيا هو مش تأجيل الدوري هو تأجيل جولة من الدوري لجولة السادة وكده ولكن الدوري كان هيوقف يعني هيتلاعب الجولة السادة وبعد كده الدوري هيوقف دلوقتي الاقتراح ان الجولة السادة نفسها هي كمان تتأجل لبعد كاسمه افراقيا فهو الدوري مش هيتأجل هي الجولة السادة بس اللي هتتأجل طيب البوب بيقول يعني مش متأجل من تحت الترابيزة لو كان متأجل يا بوب من تحت الترابيزة كان زباني دلوقتي ما بطلعش اتكلم في الكلام ده يعني كان عيجي بكرار من فوق ويقولوا نأجله الدوري طيب طيب من وقف الدوري ده ده من محمد بدوي بيقول من وقف الدوري بعد الجولة الخمسة والقالي لعب الزمالك والجونة وكل الفرق اللي عكست مطشطها تلعب المطش اللي عليه الدور من اول الجولة السادة كله يمشي مع بعض طيب ما هو لو احنا لو احنا محمد جينا دلوقتي قلنا الجولة السادة كله يمشي مع بعض فانت دلوقتي هيبقى الزمالك مطالب ان هو يلعب انبي ويلعب الاهلي والاهلي هيبقى مطالب يلعب الزمالك ويلعب الجونة بقية الفرق هل هتفضل مريحة جولتين يعني حل مش منطقي تمام الاقتراحات ايه دلوقتي ان مباراة الاهلي والجونة هي اللي هتتأجل وكده ولا كده مباراة الجولة الخامسة للاهلي كانت مؤجلة مع المصري فانت كده ولا كده اللي هيتأجل بس للاهلي هو مطش الجونة لسه لحد دلوقتي ما اطلعش قرار رسمي بدأ احنا تقول اللي احنا بنقوله ده ده اللي نقلوا مجلس ادارة الاهلي لوزير الشباب ورياضة اللي هيعقد بكرا ان شاء الله جلسة مع اتحاد الكورة قبل اعلان القرارات الرسمية الاهلي طالب طلب منطقة جدا عايز يشارك في تحديد موعد القمة الجديد لكن الاهلي ما فرضش يوم محدد للكمة يعني الاهلي ما فرضش يوم 28 اكتوبر ولا فرض ان القمة تتلعب قبل كاسم الافريقية الاهلي طالب بالمشاركة في تحديد اليوم وده زي يعني اعتقد يعني ده اقرب مثال ليه واللي كلنا فاكرينه مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في تحديد المعادل الجديد للكراسكو اللي تم تأجيله طيب احمد قاسم بيسأل الاهلي حيلعب مع الجونة امتى لسه ما اعلنوش يا احمد المعادل الرسمي ولسه ما اعلنوش اصلا قررت تأجيل مستر محمد سيد مرسي بيسأل موعد كاسم امور الفريقية امتى ان شاء الله في بداية نوفمبر ان شاء الله يا مستر ما هو رد فعل زمالك ورئيسه في حال تأجيل لقاء الجونة ده سؤال من اكرامي حمدون كمان شوية على الحدث اليوم محمد عبد المالك الاهلي لعب الجونة يوم خمسة وعشرين والزمالك يوم تمانية وعشرين ان شاء الله ازا مالك رفض اللعب يوم تمانية وعشرين ده بو برصة بيقول الاهلي هيقدم شكوى في الفيفا لا الاهلي مش هيقدم شكوى في الفيفا شيكو اهلاوي بيسأل طب فيه ما تشاط في الشعر ده ولا ايه في الدوريات بعيدة عن مصر لفتر توقف الدوريات عادي دوريات مكملة عادي يا شيكو بكرة فيه دورة ابطال اوروبا طيب طيب يعني احنا احنا بنحاول ان احنا نشوف السئلة ما تكونش مكررة اه جاد احمد بيقول اي رأيك فعادت الدوري من جديد احنا لسه في الاول لا انا جاد انت سرحت بخيالك او بصراحة لا انا عادي الدوري يا راجل يعني طب وفرد بقى مسلا عادينا الدوري بعد كده فرقة خسرت من فرقة كانت كسبتها في الاول طب معنا اقول لك لا عادي تاني بقى مش منطقي طبعا يا جاد يعني اللي بيقول احنا يدري ان نحل ازمة يا جاد علشان نحل كل الازمات اللي هتفتح علينا وقتا لا يعني مش هينفع الوضع الصعب يعني ساعت اه حسن الشيحة بيقول اللي هيحصل لو اهلي رفض يلعب ماتش الجونة الاهلي فعلا رفض يلعب ماتش الجونة وماتش الجونة هيتأجل يا حسن اه اكرامي بيسأل تعتقد ان الدورة هيكمل بالشكل ده وطبعا هيكمل وهيكمل في كل الاحوال اه محمد بيقول لي انت مش بتارك كومنتات كلها لو انت باعت سؤال يا محمد بعد اذنك لو سمحت ابعته مرة تاني بس يكون سؤال طيب ايه اللي هيحصل لو الاهلي مراحش ماتش الجونة اصلا ماتش الجونة حيتأجل يعني مش هيبقى فيه ماتشة اصلا عشان الاهل يروح جمهور هيرجع امتى كان فيه النهاردة محدثات الحقيقة مع وزير الشباب والرياضة بخصوص عودة الجمهور للمباراة وكان فيه مناقشات بخصوص عودة الجمهور بعد مباراة كاسوان الافريقية نتمنى نتمنى كاسوان الافريقية دي ترجع الجمهور مش كاسوان الافريقية تانية اللي الدحك علينا فيها ايه رد اتحاد الكورة بعد الخطاب اللي راح للجونة رد اتحاد الكورة حيبان بك ان شاء الله في اجتماع مع وزير الشباب والرياضة تدخل وزير الشباب والرياضة معناه ان فيه موقف جديد لاتحاد الكورة الموضوع مش هيوقف عند ان هم بعتوا جواب للجونة وقالولهم ان فيه ماتش او ان هم اعلنوا اسماء الحكام اللي من المفترض كان هيبقوا ماتش الاهل والجونة او ازا مالك ليه رافض يلعب يوم تمانية وعشرين بص ازا مالك شايف ان قرار الامن في النهاية ضره زي ما ضر الاهلي يعني ازا مالك شايف ان هو مش طرف انا تبلغت بالتأجيل زي ما الاهلي تبلغ بالتأجيل وانا كنت بستعده للكمة زي ما الاهلي كان بستعده للكمة هتحدد معاد جديد يبقى انا مش شارك في تحديد ويوم تمانية وعشرين مش مناسب ليا الاهلي شايف نفس الموضوع الاهلي برضو بيقول انا عايز اشارك في تحديد المعاد الجديد اعتقد ان ده فير بالنسبة للفرقتين ان المعاد الجديد يبقى بالاتفاق ما بينهم وقتها بقى اقافات اصابات تمشي على الكل حيبقى ايه مبرر تأجيل مبارات الجونة والاهلي خليها مش نستعدنا بكرة باني اتحاد الكور يعني الاهلي مش هيلعب اللي بعده توقف ده سؤال من عبد المنى المبراهيمة عبده بالضبط يا عبد المنى احمد اسم والقرار طلع لا لسه مش بشكل رسمي احمد ماردونة باعت رسالة طويلة ملخصها في الاخر يا ريت يكون في التزام مش فرض عضلات يعني اتطفق معك في كل الكلمة قلتها يا احمد الحقي الكرامي اللي الانديات التانية ملهاش رأي زي الجونة والمقاولين يعني ده حاجة شخصية كل نادي بيدور على مصلحته بالطريقة اللي هو شايفة صح حمد عصام هو انت بتشجع الترسانة ولا ايه يشرفني طبعا شجع الترسانة بس لانا برضو مش بشجع الترسانة عمر حماد بيسأل والوزير راح للخطيب بناء على طلب الخطيب ولا راح له من نفسه الحقيقة ان كان من المفترض ان الوزير وجه دعوة لكابتن الخطيب علشان يقابله في وزارة الشباب والرياضة بس الكابتن الخطيب اعتذر بسبب ظروف الصحية فالوزير بكرر ان هو يزور الكابتن الخطيب اللي اطمئنان على صحته وبالمرة ينقشوا الامر ايه موقف الزمالك من تاجي المبارات الجونة ده سؤال من مستر محمد سيد مورسي اتقل شوية انت مستعجل ليه يعني الساعة كام دلوقتي الساعة واحدة اكيد فيه مداخلة في خلال نص ساعة ساعة يعني مداخلة بتقعد للصبح يعني محمود الطيب الزمالك رفض اللعب يوم تمانية وعشرين اعطاك اتحقه خالد رمضان اللي قيلة هيلعب المصري امتى في شهر يناير ان شاء الله الدوانسي احمد بص سؤال يعني انت بتسأل الحياد فانا بقولك ده ده رأيي الشخصي انا اسمي امير عبدالحليم وده رأيي الشخصي ممكن تتفق معي وممكن ما تتفقش معايا لكن في النهاية هو رأيي الشخصي مش بيعبر اكيد عن رأيي كل الناس انا عبدالله المغربي بيسأل ايه رأيك لو كانوا اتجلوا الجولة الرابعة كلها مش كاية تتحلت يعني كان حل مسائل الحقيقة عبدالله والله يعني لو كانوا اتجلوا الجولة الرابعة كلها مكانش كل ده حصل بس يعني بتعارف ساعات كده ايه بيبقى يعني بيبقى فيه نوم من الاستقواء شوية على الفرق اللي هي غير الاهلي والزمالك انت ايه وجهة نظرك لحل الازمة دي محمد صار طيب انا وجهة نظري يا محمد ان الاهلي نفذ طلبه اللي قاعد النهاردة مع وزير الشباب والرياضة بشأنه وهو عدم خوض اي مباريات لحد ما يتم تحديد معات جديد لمبارات القمة واعتقد ان ده هيحصل في خلال فترة التوقف علشان كأسهم الافرقية يتحدد معات جديد الاهلي يشارك في الاختيار والزمالك يشارك في الاختيار وبعد كأسهم الافرقية يرجع استكمال الدوري بشكل عادي صحيح هنبقى تأجلنا دور الجولة بس هيبقى الموضوع احسن بكتير من فكرة ان انت تلعب الجولة السادتة بدون مشاركة الاهلي والزمالك فابقى الاهلي لعب 3 مطشاط الزمالك 4 مطشاط بقيت الفرق كلها 6 مطشاط حاجة ما فياش اي نوع من انواع تكافه الفرص محمود طحون مطش الاهلي وراء المدريد امتى هم ما اعلنوش ان فيه مطش ما بين الاهلي وراء المدريد وكان اكتراح الله اعلم يعني هيكون ينفذ ولا لا بس الكلام ده على الموسم الجديد كمان مش الموسم ده انا بقى الاسئلة بس يا جماعة انا مش بقى اراء علشان محدش يتعب نفسه في كتابة اراء يعني علشان محدش يدايق لو ما اردش اراء انا بقى الاسئلة بس ممكن تقول لنا الفرق ما بين الوضع ده والوضع في الموسم اللي فات نفس الوضع والله ده اللي انا قلته في بداية الفيديو هشام تفتكر في بيان اه بكرة من اتحاد الكرة افتكر جدا احمد لطفي عبدين لو الدوري واقف الاول جولة لبعض التوقف هيبلاء العلاب الزمالك ولا ايه ما اعتقدش يا حمد جاد بيسأل ايه رايك في تاجيل موتش المولين واسوان الاساس واسوان لها حق الدايق ولا عشان نادو صغير كان قرار غلط وطبعا اسوان لهم حق الدايق طيب خلاص يا تقريبا يعني اكون قريط اغلب الاسئلة بقي الاسئلة مكررة طيب احنا علشان علشان يعني ننهي الموضوع ده ويبقى برضو يبقى احنا بنتكلم بعقلانية شوي مفيش اي منطق في ان يبقى المقاولين رايح اللي لعب اسوان وقبل المطش بيومين يقولوا المقاولين لا ما ترحش تلعب واسوان ما تسافرش الكاهرة عشان يا مقاولين هترح تلعب الزمالك ده كده بصراحة تهريج ليه لان هل انت كنادي لما بيكون استعدادك لمواجهة اسوان زي ما يكون استعدادك لمواجهة الزمالك هل مواجهة الزمالك للاهلي زي مواجهة الزمالك للمقاولين فميت شو ده مفروض ان هو يستعد بنفس الطريقة ده مش منطقي هنا دي غلطة مين غلطة اتحاد الكورة خلاص الامن صاحب قرار تأجيل مباراة الكمة هنا كان ممكن اتحاد الكورة يتخذ قرار بتأجيل الجولة الرابعة بشكل كامل وتقام في موعد مباراة الجولة الخامسة وساعتها مباراة الزمالك كان ممكن تقام قبل كاسوان افريقيا لكن الغلط اللي حصل لان اتحاد الكورة لعب ماتشات من الجولة الرابعة وراح مرحل ماتش الزمالك والمقاولين لعبوا يوم السبت فطبعا انت هنا الموضوع كده خرج بقى من فكرة ان الامن كان رافض اقامة مباراة يوم السبت انت روحت اهو لعبت زمالك والمقاولين يوم السبت فده كان اول غلطة من اتحاد الكورة وحاجة طبعا صدرت ازمة من ما فيش تأجيل مباراة الجولة الرابعة بشكل كامل زي ما طلبت اغلب الاندية اعتقد انه كان حيبقى حل كويس جدا انت في النهاية هتبقى يعني رحلت جولة صحيح هتبقى الجولة السبتة كده مش هتتلعب قبل كاسوان افريقيا سخد بالك ان انت دلوقتي انت غالبا هتاخد قرار بتأجيل مباراة المباراة الجولة السبتة لبعد كاسوان افريقيا يعني لو كنت اجلت الجولة الرابعة من البداية وتلعبت فيه وقت الجولة الخامسة وكان الاهلي والزمالك بما ان الزمالك عنده ماتش جنراسيون فوت فما كانش هيلنفع يلعب ضد الاهلي في الجولة الخامسة كان ممكن وقتها يلعب بعد ماتش جنراسيون فوت اللي هو كان حيبقى وقت مباراة الجولة الخامسة فكان هتبقى انت فعليا عامل ميزان ما بين الفريتين لكن اللي حصل ان انت عملت ازمة بعدم تأجيل الجولة كاملة ده رأيي الشخصي رأيي انا كامير عبد الحليم الشخصي ممكن حضرتك تتفق معاه ممكن ما تتفقش معاه ممكن اتحاد الكرة يبقى عنده مبررات لده ممكن الامن يبقى عنده مبررات لقراره لكن في النهاية احنا بنتناقش وبنعرض وجهات النظر الموقف ايه دلوقتي خلاص الاهلي تمسك بموقفه تمسك ببيانه ونقل ده لوزير الشباب والرياضة اللي في نفس الوقت حيكتمع بكرا ان شاء الله مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة علشان يصدروا قرار نهائي بخصوص الازمة القرار النهائي ده حيكون غالبا تأجيل مباراة الاهلي والجونة وتأجيل مباراة الجولة السادسة اللي بعد كاسهم الافريقية وتحديد موعد جديد لمباراة القمة بمشاركة الاهلي والزمالك طرفي المباراة شكرا جدا لكم شكرا على اسئلتكم اتمنى اكون رضيت على اغلب الاسئلة واسف لو ما كنتش قريت تعليقات انا قلت من الاول ان انا مش حقرى تعليقات ودايما حبقى مرحب ان انا ستابل اي اسئلة منكم على في الجول